مع حلول زيارة الأربعين والتوافد المليوني على مختلف الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة يعمل المجموع العلمي للقرآن الكريم فلعتبت العباسية المقدسة على تقديم الخدمات القرآنية وتعليم القراءة الصحيحة في محاوره المختلفة ولسيما محور النجا في كربلاء عبر محطات قرآنية في مجمع عبد الفضل عباس عليه السلام لخدمة الزائرين الهدف هو استثمار هذا الموسم بنشر الثقافة القرآنية بين أوساط المجتمع وكذلك بين المؤمنين المتوجهين صوبة قبلة الأحرار صوبة سيد الشهداء عليه السلام فتنصب هناك محطات للغرض من هذا المشروع تقع على الطرق المؤدية إلى سيد الشهداء عليه السلام لغرض إقامة هذا المشروع طبعا هناك مجموعة من الخدمات تقدمها هذه المحطات أولا الأساس هو تعليم القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة والتوحيد وأذكار الصلاة الواجبة بالأضافة إلى من أراد أن يتعلم من بقية سور القرآن الكريم لمحور النجا في كربلاء أهمية مبالغة خصوصا مع تزايد أعداد الزائرين في هذا الطريق وقد عملت العتبة العباسية المقدسة على استثمار هذا الجانب واستنفار جهودها لتقديم الخدمات القرآنية والتثقيفية والدينية للزائرين وتعليمه من قراءة الصحيحة لكتاب الله